السلام عليكم الخوط مرحبا بكم في الكنتية نهار الاربع الاربعاء دوزيام كورس رينيو اين تقريبا مع الجوش تقريبا نفس التوقيت العادي دي اللي كنتية دي الصباح الفين وربعمية متر خمسين ألف أورو ريفيرنس دير بابين واحد وشترين فاصلة خمسة وثنين وعشرين فاصلة خمسة كورسة انسب الفيفري فيما كنتم شوفو المهم اخوتي البراطير انت بيس ولكنakers انعدو التقريبين مهم انا ختمت الكورسه على الحساب البيس ساب الفيفر الحساب البيس ساب الفيفر هي احد انا ختمتها ولمشينا الباسي كنلقاه البري دون تيفيس كنجا فيه الان غان يعلن مرة 12 وتيك بوينت شارلي تنظن العود كي نيميلو ديالو رقب ديالو غادي نشكون هو تيك بوينت شارلي هو السبع عنده زيرو بوان العود الوحيد اللي عنده زيرو بوان هو الرقب السبع تيك بوينت شارلي هاد الكورتالخوت هادي مشات في القازو 2500 هادي مشات قازو 2500 هاد البري هادك يمشي في القازو وغدا غادي ديرين ليوم البيس ساب الفيذر بالنسبة لهاد السبعات شيك بوينت شارلي كان مشاب 62 كيو هادي قازو سوبل قازو نفس البري ديالتيغان أتيم غولدن ريش مون لاوك سيب على كل حال الكورتالخوت هاها قازو هادي قازو 2400 عران نانشة بساباد و لائحة طويلة كلها قازو هادي هادي كلها قازو غدال ديرين ليوم نفس البري وإنما ديرين ليوم بس ان صاب الفيبري دير نير مينيت هو الرقم 11 على كل حال سبعة غادي مشي أوتسايدر يولي من لزابال 58 كيلو عند الساتة وعند الويت والباسي بكل صراحة الفيميل قلال كل صراحة ما كيبانوش الفيميل كينا ناف طريس هما جوج دير الفيميل ناف طريس سيجعلنا ناف طريس و اللي عندونا طريس سيزيده أوتسايدرات دير اللاكوز بالنسبة لناف جورجية الخيول ليا نيكولا كولوري من أحسن الخيول من أحسن لزان ترينور ولكن ما غادش ناخد الفيميل وغاد نهبط للتحت بما أن الطريس ماختناش غايبقى اللي يعود ما بين كاتورز كينز كاتورز كينز الكاتورز ما بيني عود اللي يجي ربح توزيان بروف تعود ربح توزيان بروف ربما غازو هادي كان نعتقد أنها غازو غازو 25 ألف أوروخ غازو توزيان بروف هادي توزيان بروف كما ما نشوفه مشاب 56 كيلو دوزيان بروف خلاه 56 كيلو يعني طلعت لي لفالور لفالور عنده اللي كانت بشي بها يو 31 31 حاليا لفالور غازو 33 أو 34 34 34 في لفالور إذن حيضنا تريز 14 غلنا نختل كينز مباشرة إفتوس عود نقدر نقول عنده 1 كينتي نوب بلاسي نوب بلاسي عود اللي أول اختراء غادي بشيف بها البوا دي 56 ونس ربما آخر كورسار ريكلامي عنده 1 كينتي في الكومبيين دار فيها كينز يام ربما هذا ريفيرونس 19 كانوا مشاو مع كانت عنده 4 سنين هنا كان مشاو 53 و 50 كيلو لكن ريفيرونس اللي كانت عطلت لي ريفيرونس 19 على كل حال خوتي الكنز أوتسايدر دي الكوسا ربما عنده واحد لكوردي في المستوى إلا حيضنا تريز كاتورز غيب قالينا آآ آآ رقم عشرة ساينت نيكولا عود لكب علي طون البيكون غادي بشي فافوري الانز غادي بشي فافوري ولو دوز غادي بشي فافوري لو دوز ديال جون بير غو عنده آخر كان آخر خسارة في كينتي انز العشرة كان في الباطية والي ربحهم ولكن ان غازو العشرة ره مزيان مي سوف نستغنع عليه ونستغنع عود من انز دوز عود ما بين انز دوز على كل حال السباقية هم تقريبا ربما لم يمشوا بجوج وخسروا بجوج هذا انز دوز خسروا بجوج في كينتي كان مشا عليه سو مي هات العود في الالف ين دا بغادي عليه في رو السباقية الله انز هات الكاتيجوري هات كانوا بشوف لي كاترون كمش عليه السوم يغال هو الجرون فافوري دي الكورسا الالثين وكان ثين وما وصل وكان مشا معاه الجوج كان در ويتيام ودوز النو بلا في هات ربما خسروا ربما ترجع ربما ترجع بنسبة كبيرة على كل حال تبقى ديك 11-12 مطلوبين نورماندي بيت سيد ديميرو أو الكريستيان ديميرو آخر كورسا نافيا مغيم شي فافوري هات العود نورماندي بيت الكازاك ديال إيضابي الكورباني معروف هذا الكازاك جاي من الدوفيل نافيا في الدوفيل هات العود أول اخترا غادي دير تيران تبقى توت أغيان هات الرقم من ياخ جاي خاسر جاي مرشح الكنتي اللي كان نخسر فيه نشوف الخيل اللي كان نخسر واش طلع معاه ولله ولج معاه مونسيو دزو جادر 5 يام كونت روستوف جا جا وربح آخر كونت شانتي وش تش كونت شان را كان بش معاه السبعة را ديالي السبعة را ما نفرط في السبعة لكن ما كتشوف ناف يام زي بجو جمدي نوف بلاسي نوف ناف يام دي زي وكان مشو تلتاش بوح 8.1 را هاد الخويول را مزيانين سبقية العود اللي مشى بـ 56 كيلو ورقم 7 وعطين ودي سي يوري من زابال وغادي نتأكد من هذا الرقم سبعة لان الدي 58 كيلو را تكون مطلوبة عود اللي تقريبا هبط لفالور بزاف وليت عنده لفالور وتي مشي تل 40 مثل طرور 40 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 41 21 وقام ساك ساك نيكولا رقم 10 رقم رقم 7 200 40 60 40 سباقية سباقية سباك послед سباك السباك سباك 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 سباكف سباك السباك سباك س vul pot الامر اخر يصف الامر هناك و 128 أصل BILL C Youth و presup 53 يوري من الزابال ربما هذه الكاتيجورية تكون صعبة بزاف هي مجري دار فيها ويتيا دار فيها ويتيا نكملوا السيليكسيونة دينا نكملوا السيليكسيونة دينا نمشيوا عند السيس هو الفافوري نرى ما هو الفافوري دي الله كورس عفونا الخوط شوية التليفون السيس ستيفان بوانسكي سيجعل كريستوف فرلونة عنده جوج دي الخيل هنا تمانية وخمسين كيلو تمانية وخمسين كيلو ربما ستقدروا يطلعوا بزاف هذا الرقم سينك سيس كريستوف سوميون سيجعل الرقم حداش ومشل الكارت وماذا سيجعل الكارت وماذا سيجعل الكارت لان الدراجوني را عود دي الخيول دي السكودي را كتكون صحيحة سننخدو خوتي هاد تركام لتقريبا كارت سينك سيس سيت ويت خمسة دي الخيل كارت سينك سيس سيت ويت نقريبا حي blown ست ويت أونز دوز كينز حاولوا تقسموا أونز دوز تمالي كين أخوتي كينز راب ربما تعولوا على الكنز في بعض الخوت بالنسبة الرقم الستة سيفان باسكي سيفان باسكي خلال الرقم السبعة ومشال عند السيس العودة للسين كون كريستوف فيرلو عنده جوجة الخيول عنده غانيو في الهونديكاب عود اللي رابح دوزيان بروف بستين كيلو جيون الكاتيجوري ضعيفة كل صراحة الجارود عود ماشي شي عود ماشي شي عود لنقوله نصدار جو كذلك ماشي شي عود وهذا الرقم الساك نربحه مع المرأة واحد ولكن كريستوف فيرلو تيقى كل شي ممكن بالنسبة للعود اللي كان درسان كيام استيغو عود في المستوات استيغو لدرسان كيام كان في شرطناس بلونديل عود اللي عنده التيران وما كي يخسرش في التيران كانت يتمضم كانت يو وكان بلاصر فيه وكانت منه غدا تكون لأنه اللي قلبوها غازو ربما غادي يكون اللي قلبوها غازو غادي تقلب كل المعطايات لهذا تتمنى تكون حيث البريسميتو حيث البريكي يمشي في القازو ربما تكون غدارا منها هذا مكان المهم خوتي اللايف نديروه في القناة الثانية ان شاء الله سوف نضع اول تعليق نديروه في القناة نحاول نطلعوا في القناة لان القناة في اي وقت تتبع ويتبقى عندنا قناة ثانية ان شاء الله اخوتي ما يكون الخير وما زال سوف ندير طائية وما زال سوف نشوف تتمنى شدار جون او على مرادون او لابوبي دارجون رقم 3 سوف نشوف خيول فرانسوار جون بيرغ كوفين سوف نديروه سوف نحاول رقم 1 سوف نشوف رقم 3 ونوجده سوف نديروه من الألفين لديه 4 أو 5 كام الكنسورمير ديالوه تنظن لدستانس ألفين وربعمية سوف نتكون لأول مرة تحياتي لكم ومع السلامة تحياتي 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 وتحياتي شكرا